مرحباً شباب شوانكم؟ شوان الصحة؟ أهلاً وسهلاً أستاذ عبدالله خير جميعاً حبيبي همادر شوانك؟ شوان صحتك؟ أهلاً وسهلاً أهلاً أستاذ كرار أهلاً أهلاً رحب بكم البداية إن شاء الله رح يكون يعني هو مو كورس بس هي سلسلة من المحاضرات بدأ أساسيات معينة عن الصناعة المفطية رحاون إن شاء الله نشرحها بفتشكل كلش مبصر وسهل بحيث بالنهاية إن شاء الله تكونون مستفيدين يعني أكثر استفادة ممكنة من هاي المحاضرات مبدئياً هي رح تكون أربع محاضرات خلال شهر رمضان كل أربعة محاضرة أو إذا تحبون نغير بالوقت إن شاء الله رح يعنيها من سيفة تصويت معينة عن الوقت عن مواضيع إذا تحبون فدأك فد مواضيع معينة تحبون نحكي بيها فهذه تفتشي يعني بداية بسيطة كلش عن إنه إحنا وراء حين للي يعرفوني يعرفوني الميعرفوني أنا اسمي عبد المهيمن اتخرجت من الجامعة التفنولوجية لسنة 2015 اشتغلت بشركة أنترنوير الصينية لمدة سنة ونص واشتغلت بمجال الحفر بشركة نفط ميسان صار لي خمس سنوات فهايفة تشاهد يعني مجرد أساسيات عن هذا الكورس والمقدم إذا عدكم أي سؤال تقدرون تكتبونا بالشات ووراء المحاضرات كمان إن شاء الله راح عليك رودستيشن أحمد راح ينشر تقدرون تسألون أي شيء يعني ببالكم بالنهاية إحنا هناك كنا طلبة يعني ماكو أستاذ ومدرشين لا إحنا كنا طلبة ونحاول مجرد إنه نوصل للمعلومة الصحيحة ونتعلم فتشي يعني مجرد إذا هاي يعني إحنا المهارات راح تكون كلها دقيقة ربما نصف ساعة خمس وثلاثين دقيقة فإذا طلعنا وإحنا متعلمين ولو معلومة معلومتين جديدة فهذا راح اعتبر فدع نجاز كل الشي بير ألا اللي راح نحتي بمحاضرتي اليوم راح تكون هي ثلاث أشياء الشي الأول اللي راح نحتي عنه هي أنواع الشركات النفطية أو company types وأني حطيت حق البزرقان النفطي كمثال عن أنواع الشركات راح أغرب لكم مثل عليه إن شاء الله راح تشوفوهم بالإسلاعات الجاية وأيضا عن rig crew إنه إحنا الأبراج أبراج الحفر شنه هو الكادر اللي يشتغل بها أو شنه هو خلننقول الكادر الإداري يعني أو التسلسل الهرمي الإداري اللي يشتغل ببرج الحفر شنه هم الموظفين اللي يشتغلون بالبرج فنبدأ أول شي بأنواع الشركات النفطية أنواع الشركات النفطية أكثر من نوع لكن إحنا راح نجيها خلننقول بالتسلسل أول شي أول شي هي ال-ENP companies هذه الشركات وظيفتها هي أنه تقوم بالاستكشاف وتقوم بالإنتاج يعني إحنا إذا جئنا عدنا حقل معين خلي نفرض مثلا حقل الحلفاء بمدينة العمارة من الجوي رادوا يستكشفون هذا الحقل يعني بالبداية بعد جولات التراخيص بسنة 2010 و2011 و2009 من صارة جولات التراخيص دخلت الشركات النفطية فشان من نصي شركة PetroChina شركة PetroChina هي شركة Exploration and Production شركة استكشاف وإنتاج هاي الشركة تكون هي مسؤولة عن وضع الخطط التطويرية الكاملة لهذا الحقل بحيث أنه بالنهاية أكو ضمن العقد مالتها خطوط إنتاج معحدة يعني خلي نقول مثلا أنه لازم ينتجون خلي نقول مليون برميل بأول سنة النفط ثاني باليوم الواحد مثلا ثاني سنة يقومون يوصلون مثلا إلى 2 مليون باليوم وهكذا هاي مجرد مثال طبعا لأنه حق الحلفاء مواصل هاي الأقام بس هذا مجرد فدمثال هذا شي سمونا البلاتو البلاتو هو نسبة الإنتاج اللي لازم تواصله هاي الشركة خلال وقت محدد فهاي الشركات هي عدنا ورهاها هاي الشركات من إجتها تستلم الحقل صارت هي يعني شون نقول أنه هي مالكة الأرض أو مالكة الحقل أو هي المشرجل الرئيسي للحقل الأوبرايتر طبعا الأوبرايتر ممكن يكون مو شركة وحدة ممكن يكون أكثر من شركة راح نعرف شون إن شاء الله وأرجع عبروكم مثلاً واحدة من الأمثلة مثلاً حقل الروميلة بالبصرة حقل الروميلة الأوبرايتر ماله هو الرو اللي هي هاي تتكون من مجموعة شركات مو من شركة وحدة الشركة الرئيسية هي يعني شركة نفط البصرة وشركة بي 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 بريتش بتروليوم فهي هاي يسمو يعني ائتلاف الشركتين هذاني يسمونا أو الأوبرايتر أفضل مشغل الحقل بس غارة رجاء نتقدر تسد المايك أحمد عماد يا أهلا يا أهلا حبيبي نوارت نجي على النوع الثالث من الشركات هي هي شركات الخدمة هاي شركات هي تقوم بعمليات الخدمة الموجودة بالحقول عدنا بعد أنواع عديدة من الشركات عدنا مقاولين الحفر عدنا اللي هم الشركات المختصة بعمليات الأنابيب وغيرها مد الأنابيب عدنا شركات المختصة بالمصافي وتصفية النفط وتكريرة عدنا هي شركات خاصة بالأتمة شركات تحاول أنه تدخل التكنولوجيا الحديثة بالصناعة النفطية إن شاء الله إذا أبقى وكتب هاي المحاضرة رح أشوفكم فيديو عن برج حفر كل أوتوماتيك يعني حتى الأنابيب اللي تشيلها من الراك من القاع خلي نقول وتصاعدها للبرج وتنزلها بداخل البيغ هي كلها أوتوماتيك بدون تدخل بشري وأيضا عدنا اللي هي شركات شركات هاي مختصة غالبا بعمليات الإنشائية والبنائية بحيث تطيهم مشروع معين مسلموك مفتاح خاص بهذا المشروع وعدنا أيضا الشركات البيترو كيميكل طبعا من أشهر الشركات اللي موجودة هي خلي نقولك أوبرايترز أو ENP كومتانييز يعني هما هي شركة شيل شيفرون بي بي وأكسل موبل هاي أقوى الشركات العالمية تقريبا بهذا المجال نقدر نضيف بترو شاينة أيضا وياهم يعني هم الشركات العملاقة فإذا جئنا نريد نفصل هذا الشيء بشكل أكثر مثل ما قلنا شركة بي بي تعتبر شركة استكشاف وإنتاج بترو ناس نفس الحالة شركة بي بي لازمة حقل الروميلة بهيئة العملات المشتركة اللي هي الرو ويا شركة نفس البصرة شركة بترو نفس الحالة لازمة حقل الغراف بمحافظة الناصرية ويا شركة نفف ذيقار وأيضا عندنا شركة بترو شانة داخلة بأكثر بنحقل طبعا بالعراق لكن أكثر حقل هما داخلين بي بشكل عام هم حقل حلفاية هاي الشركات هي شركات استكشاف وإنتاج تحط لك خطة تطويرية كاملة عن الحقل اللي أنت عندك بحيث تتوصل إلى حد انتاجي معين يتم الاتفاق عليه بالعقود مثل ما ذكرني مثلا شركة بي بي شان حسب ما أعرف أنه العقد ما لا توي شركة نفط البصرة أنه خلال أول سنة يمكن يوصلون 700 ألف برميل حسب ما ذكر بحقل الروميل هاي أول ما بالأفين وداعش أول ما استلموا الحقل وهكذا إلى أن يصلوا إلى رقم محدد يكون متفق عليه من العقود الـ هو يكون تجمع أكثر من شركة بحيث أن هاي الشركات تكون هي المشغلة للحقل اللي هي خلينا نقول الشركات الـ بالنهاية هي شغلة الحقل طبعا ممكن منيزة تكون واحدة هي مشغلة للحقد حسب نوع العقد. يعني هسا مثلا إذا جينا على شركة بترو تشاينة تقريبا بترو تشاينة بحقل الحلفاية هي مستلمة عملية تطوير بحقل الحلفاية بالكامل بدون تدخل شركة تنفط ميسان. يعني شركة تنفط ميسان هي مجرد هيئة إشرافية. هاي طبعا حسب نوع العقد. مجرد هيئة إشرافية تشيك الشغل وتشوف هل ماشين على العقد هل أكوفة مشاتل محددة تقدر تحدها وهكذا. على العكس مثلا لو جينا إلى حقل ثاني مثلا حقل الروميلة. لا حقل الروميلة يختلف في العقد مالتة. الهيئة مالتة مشتركة أكثر من شركة. هي شركة بي بي وشركة نفط البصرة. مثل ما قلنا الكلايت والاوبريتر ممكن يكون تجمع أكثر من شركة. فإذا صار تجمع أكثر من شركة راح بدون يطلقون عليه مصطلح ثاني. مثلا عندنا حقل الزبير متكون من أكثر من شركة شركة نفط البصرة. الزبير أعتقد شركة إيني الإيقالية وياها أيضا فصارت ZFOD زبير فيلد أوبريشن ديفيجين يعني هيئة العمليات المشتركة لحقل الزبير. نفس الحالة الروميلة قلنا هي الرو هي الهيئة المشتركة المتكونة من شركة نفط البصرة وشركة بيكي برتش بيتروليوم وإذا جينا مثلا على حقل البزرقان محافظة العمار أيضا عندنا الـ CMIT اللي هي هيئة العمليات المشتركة خير نقول أو اعتلاف الشركات الخاص بحق بحقول تشغيل حقول الميسان يتكون من أربع شركات والـ M هي M-O-C نفط ميسان والـ I هي الـ IDC شركة الحفرة العراقية والـ T هي T-POW شركة تركية أيضا موجودة داخل الوهم بالعقد لكن الـ IDC والـ T-POW نسبتهم من العقد يعني أعتقد 5% وهي تشيفة نسبة قليلة فغالبا يعني تشوف أنه شركة نفط ميسان وشركة سينوك هم المشغلين الرئيسين للحقل والموجودين هناك فهاي هسا مثل ما ذكرنا خلينا نرجع في تشي فلاش باك سريع أول شيء كان عندنا هي الـ ENP companies اللي هما exploration and production ثاني شيء كان عندنا الـ Client اللي هما قلنا أكون شركة أكون حقول لازم يكون بها هيئة مشتركة يكون هيئة مشتركة كونة من أكثر من شركة حتى الدير الحقل نيجي وراها للنوع الثالث من الشركات هي Oil field service companies هاي الشركات هي شركات خدمة يعني مثلا إذا أجي الـ Client اجي مثلا أبو أبو الرو أو مثلا إجي أبو زتة أفوديا أو إجي مثلا أبو سيامايت أبو نفط ميسان يعني وسينوك من إجي ويردون يقوموني بعمليات الحفر مثلا هاي الشركات هي ما تمتلك عدد أبراج كافي حتى تقوم تطوير الحقل فبالتالي راح تروح تتعاقد ويا شركات خدمة هاي شركات هي اللي تيجي مثلا تحفر لها طبعا إذا جدت حفرة لها أبار راح تكون هي مثلا ما راح نشوف هناك نوع الرابع راح تكون فإحنا هي كل شركة تقوم بخدمة للـ Client اللي Client ما يقدر يسويها وحده فإذا مثلا شركة سينوك رادة تنزل مثلا باكر أو رادة تنزل مثلا تسوي عملية تسميت أو رادة مثلا تسوي عملية بناء لمنشأة سطحية أو رادة مثلا تسوي إنزال مضخات غاطسة بالآبار هاي الأمور هي ما عندها الإمكانية والقدرة حتى تسويها ولا أكو عندها الإمكانية المادية والبشرية ولا التخصصية ولا التقنية ولا التكنولوجيا بحيث تقدر تسوي هاي الأمور فبالتالي تروح تستعين بشركات خدمة خاصة بالأمر اللي هي تريد تسوي من بناء منشأات سطحية من عمليات مثلا خدمة للآبار عمليات مثلا تحمير هواي عمليات أكون مثلا ما تعرفون أغلبكم يعني خلالاتكم أكيد عدكم خلفية يعني نقول معينة عن الصناعة النفطية أنه أكو شيء اسمه اللي هو الاستصلاح فبالاستصلاحك هواي عمليات أصوية ممكن على الآبار فبالتالي هاي الشركات ممكن تقدم لك هاي الخدمة شلمبرجر هالي بورتن بيكر هيوز بيتروفاك الوذر يعني هواي شركات موجودة بهذا القطع إذا كانت هاي الشركة جايبها الكلاينت حتى تحفر لبير فراح بالتالي يصير عدنا شركات خاصة طبع الحفر كل شيء هواية بالعراق يعني موجودة شركات جدا هواية يعني بش لما رجل واحدة من الشركات كل شيء معروفة بوهاي شركة صينية أيضا معروفة داتشينغ اللي هي دي كيو إي هم شركة صينية كوسول يعني هواية هواية شركات كل شيء من مجال الحفر موجودة بالعراق بالإضافة إلى الشركة الحكومية العريقة جدا شركة الحفرة العراقية أيضا موجودة بس لأنه مثلاً خلين نقول شركة الحفر العراقية أبراجها ما تكفي بالتالي يبدون يستعينون بهذه الشركات العالمية أيضاً حتى يسوون عقود الحفر للعبار نجي على الأنواع الخمسة اللي بقنا من الشركات أول شيء شركات تقوم بمد الأنابيض بأي مكان يعني حسب نوع المشروع اللي انت عندك هل هذا الأنبوب ممتد من البر خلين نقول لمحطة إنتاج أو يعني إلى آخر هل هو بايبلاين مخصص لعمليات تصدير النفط وإلى آخره عندنا شركات الـ EPC قلناه اللي هي Engineering Procurement Construction هاي الشركات تقوم بعمليات بناء المنشآت السطحية والعمليات الإنشائية أغلبها يعني يكون نظامها غالباً نظامها يسمون تسليم مفتاح لحيث أنه أنت تضطي المشروع المعين مالك لهذه الشركة هي تسلمت المشروع كامل مكمل على حسب العقد اللي موجودة بينكم شركات الـ Refiner أيضاً موجودة أغلب شيء بالعراق إحنا مثل ما نعرف أنه النظام الاقتصادي عندنا هو مو نظام رئيس مالي بحت يعني غالباً اشتراكي هو بحيث يكون تابع للدولة فشركات الـ Refiner بالعراق أغلبها هي شركات تابعة للقطاع العام يعني تابعة للدولة مثل شركة مصافي الجنوب وشركة مصافي الوسط وشركة مصافي الشمال وإلى آخر هي يعني عندنا مصفة دورة عندنا مصفة بيجي عندنا مصفة كربلاء يعني إلى آخر هي من هاي المصافي الموجودة بالعراق الـ Automation and System مثل ما قلت أكو شركات بدت تدخل التكنولوجيا كل شواية بالصناعة النفطية بالتالي أنت يعني لازم تبدي تدخل يعني أنت مثلاً إذا تريد عندك خلينا نقول عشر عمال بالبرج وتريد تقلل عدد مالتهم لأن هاي العشر عمال ذولة يكلفوك وقت يكلفوك تدريب يكلفوك فلوس يكلفوك يعني كل شوية أمور مخصصات طعام مثلاً هواي تفاصلي يعني هم يكلفوك فأنت إذا جبت حولت هذا الشغل اللي هم يساوه إلى شغل تقوم بآلة معينة بالتالي راح تتوفر فلوس راح توفر جهد راح توفر إصابات ما عندك لأن إحنا الإصابات مثلاً ممكن تأثر حتى على سمعة الشركة فأنت بالتالي راح تكون شغلك مثل مثلاً يعني هاي نقول مية بالمية فمجال الحفر غالباً الـ Automation Hand System اللي هو الأتمة والأنظمة الحديثة بدت تدخل مثل ما نعرف يعني أغلبكم حضراتكم يعرفون أكو حفر اتجاهي وحفر مائل وأكو أسأبراج هاي الحديثة يعني تسوي لك ترفع لك الأنابيب من الراك كمنا على الأرض لحد السيرف لحد يعني خلي نقول سطح البقر وسطح البرج وكل هاي الأمور تسوي هي بدون أي تدخل بشري وآخر شي عندنا البترو كيميكال كومبانيز اللي هي الشركات الخاصة بالمواد البترو كيمياوية إذا ردنا ناخذ حقل معين كمثال عن كل هذا الحاجة اللي حتينا فراح لخص الكومياء بهاي الصورة بس أول شي حقل البزرقان حقل البزرقان الهيئة اللي هي خلي نقول اللي هو المشغل للحقل يتكون من شركة سينوك شركة نفط ميسان الـ IDC شركة الحفرة العراقية وتيفا وتركيا هاي الأربع شركات هما الـ client هما اللي يحطون خطة لتطوير الحقل هما اللي عندهم لازم فد حد إنتاجي معين يحاولون يوصلون له يعني هواي تفاصيل أكو بعد بالعقود وبتفاصيل هاي لحيث أنه هاي الأربع شركات تكون هي المسؤولة عن هاي الأمور كل الأمور الإدارية خلي نقول والأمور اللوجستية المفروض تكون هاي الشركات هي المسؤولة عنها اللي هي تطوير الحقل بالنهاية للوصول لحد إنتاجي معين هاي الشركات مثلا إذا جدت تريد تحفر رح تجي تتعاونوا يا ما رح تتتعاونوا يا شركات حفر مثل كوسل، بوهاي، اليو سي دي والـ IDC أيضا هاي حاليا موجودة بحق البزرقان هاي الشركات نفسها من تجي تريد تسوي عمليات مثلا خاصة مثلا باللينر هانغار أو تريد عمليات تسميز أو تسوي مثلا عمليات انزال مضخات الغاطسة الـ ESP وغيرها من هاي الأمور فرح تجي تستعين بشركات مقاولة ثالثة يسمون third party companies مثل شركة واذرفولد، بنفس الحالة من يردون هما يسوون مثلا عمليات مد الأنابي ممكن يتمدون على شركة سيرت، ممكن هي أيضا شركة تركية تشتغل بالعراق وعد هاي التكنولوجي الخاصة بها بعمليات مد الأنابي وغيرها ونفس الحال مثلا إذا أرادوا عمليات الأطعام وغيرها رح يجون يتعاونوا مثلا ويشركة مثل شركة عين الرمو اللي هي الشركة الوجستية خاصة بعمليات الأطعام وتوفير الكوادر وغيرها فهاي فكلش مختصر كمان عن حقل البازرقان كمثال عن شون الشركات تشتغل وشون هي وظائف هاي الشركات إذا تحبون نرجع في درجة سريعة إحنا قلنا أنواع الشركات الموجودة الـ E&P وذكرنا أمثلة عليها الـ Clients اللي هم المشغلين يكون يا أم شركة وحدة أو اتلاف من أكثر من شركة اللي هم يقومون بعمليات تطوير الحقل وأيضا عندنا الـ Oil Feed Service Companies اللي هم الشركات اللي تقوم بعمليات الخدمة وهذه التكنولوجيا الحديثة غالي نقول تستعملها بالحقول وأيضا عندنا شركات الحفر عندنا أيضا شركات الـ Five Line شركات الـ EPC Engineering and Procurement Construction شركات الـ Refinery شركات المصافي وأيضا Automation System اللي هم العملات الأتمتة وآخر شيء عندنا الـ Petrochemical Companies ذكرنا مثل ما قلنا حقل البزرقان وكل التفاصيل الخاصة بي هسا رح نيجي على كشركات عراقية شنو الأمثلة اللي عندنا كمشغلين كمشغلين عندنا شركة نفط البصرية لازمة حكمية حقول كل شيء هواية شركة نفط ميسان أيضا عندها حقول هواية لازمة هي كـ Operator كمشغل لهذه الحقول عندنا شركات contractor ما الحفر عندنا شركة الحفر العراقية شركة كلش يعني متطورة وجيدة عندنا شركة third party third party اللي هما شركة خاصة بالتوظيف يعني يجيبوا لك موظفين وشركة خاصة بالأطعام والأمور اللوجستية مثل شركة عين الرميلة هسا نيجي على من تجي تدخل لأي بئر طبعا اللي هنا إذا أحد عنده سؤال خلي كتبه إن شاء الله بنهاية المحاضرة ذا بقى وقت لأنني لزوم بمشكلة خمسة ربعين دقيقة ويعني يغفلوا محاضرة من كيفة فراح ستجل لأسئلة إن شاء الله كلها عندي وبنفس الوقت همينة راح ننزل مثل ما قلنا على تقدرون تسألون أي سؤال تحبوا إن شاء الله يعني سؤال سؤال راح نجاوة ومثل ما ذكرت إحنا بالأخير كلنا طالب أتعلم يعني ماكو مشكلة نتناقش بأي شي نتسالف بأي شي خاص بالشغل نعرف التفاصيل ممكن أكون معلومة أنا ما عرف أنت تعرفوها وهكذا بحث بالنهاية يصير أكو فد يعني فد انتراكشن بليناتنا بحيث أنه نقدر نتبادل كل المعلومات اللي عندنا الرجل كرو أول ما تروح لأي برج حفر راح تشوف إنه أكو واحد بالباب اسمه الواتشمان أو سيكوريتي هذا راح يوقف وياك ياخذ اسمك ياخذ تفاصيلك التمنيين جاي من يا برج حاليا مثلا بزمن كورونا قام يسئلك هل أنت عندك يعني كارت اللقاء حلو لا مين جاي شلت مثلا محجور لو طالع له إلى آخره من هذه التفاصيل بحيث ينبه للشخص المسؤول بداخل البير عن قدومك حتى يكون عندهم علم ويسمحونك بالدخول لداخل البير الدخول الجو يعني للبرج يخلوك تدخل عندنا السيكوريتي دائما يكون تعاونهم وتواصلهم أغلب الوقت ويال HSE Supervisor حتى يبلغون عن حضورك طبعا ال HSE Supervisor يعني وحدة من التخصصات اللي كلش بدت تصعد بالعراق ومو بس بمجال النفط يعني بكل مجالات لأنه فكرة السلامة بالعراق فالفكرة حديثة دخلت يعني خلني نقول وراء سنة الألفين تقريبا بدت تدخل ويعني وظائفة جدا حلوة وشغلة كلش حلو يعني أنصحكم أنه اللي عنده يشغل بالسلامة يحاول يبحث ياخذ شهالات بهذا المجال حتى الشغل الموجود بها شغل جيد يعني فال HSE Supervisor يكون مسؤول عن كلش هواي أمور يكون مسؤول عن المعدات اللي موجودة والفقصات اللي لازم يتمع للمعدات اللي موجودة بالبرج يكون مسؤول عن العمال الموجودين يكون مسؤول عن عمليات العمليات اللي تصير بداخل البرج يعني مثلاً عندنا عملية رفع أو عندنا مثلاً عملية مثلاً قلنا نقول عملية تسميت أو عملية فحص لضغط بايك معين أو مبوب معين بالنهاية أبوالسلامة لازم يكون يعرفوا بهذه التفاصيل كلها ويروح يكون مشرف بحيث واقف على العملية هاي بحيث يشرف أنه العمال ما يقومون بأداء هاي المهمة إلا على أتم وجه من السلامة بحيث أنه بالنهاية تتم كل العمليات البرج بسلاسة وسلامة بدون أي خسار هذا شيء يعني كلش مهم لأن أنت السلامة عندك تأثر على سمعة الشركة تأثر على الروح الفريق اللي موجودة يعني إلا سامح الله أنت مكان يوميا عندكم واحد من صاب فأنت راح تبطل ما راح تبقى إذا عندك مكان يوميا إصابات يوميا ناس يصب بيهم شي فأنت راح تبطل شوية شوية من مكان عملك فبالتالي يكون عمله جدا جدا مهم وراها عندنا الكمباني مال الكمباني مال موجود شخص بالنهار شخص بالليل دايكمباني مال ونايتكمباني مال هذا الشخص يكون هو المسؤول عن الحفر بالبرج لازم يكون عنده يعني برنامج الحفور لازم يكون عنده علم بكل الأمور اللي تجري بداخل البرج شوين العمليات اللي صارت وبالتالي يقدر ينقل تقارير يومية بأوقات محددة يعني خلي نقول يرسلها للبيس اللي هو شو نقول يعني للكلائن تي تزهين يعني هو ممثل عن الشركة الأم بداخل البرج لأن احنا مثل ما قلنا البرج هو تابع لغير شركة فبالتالي هو يكون المسؤول من الشركة الأم بداخل البرج عن كل الأعمال اللي يتم هذي يسمونه الكمباني مان أو رجل الشركة بعض الأحيان يسمونه درولنك سوبروائزر أيضا يعني هو نفس الكمباني مان يعني باختلاف مسامية عد خلي نقول الريق مانيجر أو السينير تول بوشر هو الشخص التابع للشركة اللي خاصة بالبرج يعني احنا قلنا إذا مثل ما قلنا الكمباني مان هو اللي خاص بالكلينت والريق مانيجر هو الشخص اللي خاص بالشركة الشركة اللي تحفر يعني مثلا اللي يحفره شلمبرجر والكمباني مان تابع إلى شركة نفط الباصفة هذا المختصر المفيد يعني كل شخص عده مسؤوليات الخاصة وعمالها الخاصة اللي المفروض يسويها عدنا الدرولنك انجينير والتول بوشر الدرولنك انجينير هو مهندس الحفر هذا يكون مسؤول عن عمل كل البروسيجر وكل يعني شون الأنابيب راح تنزل مثلا شون تفاصيل البي اتش اي اللي هو خيط الحفر مالك راح ينزل شون العمليات اللي يوم راح تتم مثلا حفرنا لحد يا عمق ليش لازم نسحب هاي الأمور كلها يحدد لك إياها بالأخير الدرولنك انجينير الدرولنك انجينير هو شون نقول شخص يعني غالبا إداري يكون يعني هو اللي يحط لك الخطة اللي تمشي عليها حتى تحفر البيار حسب برنامج الحفر الموضوع لحفر البيار التول بوشر هو يكون شون نقول ذراعه على اليمين هذا الشخص هو يقوم بأخذ التعليمات والتفاصيل الخاصة بالشغل من مهندس الحفر وبالتالي مهندس الحفر راح يقوم بإعضاء كل التفاصيل للتول بوشر والتول بوشر هو اللي يسويهم حتى لو تشوفون هنا شوف يعني هذا تقريبا خلينا نقول هذا هو شخص مرتب ونظيف هذا التول بوشر لا شوية يقدر يشتغل بيده لازم وذول الطبقة اللي هما خلينا نقول للناس الأشخاص اللي يعملون بيدهم كل الشغل يوقع على عاتقهم عندنا الحفار الحفار ياخذ أيضا تعليمات الحفر من التول بوشر والدرومينج انجينير وبالتالي يحفر يعني خلينا نقول مثلا عنده عمق معينة لازم يوصل ويسوي مثلا فد عملية معينة مثلا يسوي سيركوليشن يسوي تدوير السار للحفر وهكذا يعني كل تعليمات اللي يستلمها الحفار تكون هي جاية غالبا من التول بوشر والدرومينج انجينير عندنا الديركمان هو الشخص اللي يجي بعد الحفار هذا الشخص هو اللي يكون واقف على هاي المنصة اللي هي بأعلى البرج يقوم بترتيب الأنابيب يربط لك الأنابيب من فوق يصفط لك يناهم وعنده أيضا بعده هواية يعني مسؤوليات هواية أمور ممكن يقدر يسويها مو بس خاصة بعملات هاي الأنابيب لا هو غالبا يكون مسؤول شفت فشفت اللي موجود جواه هو يطلهم التعليمات وهو يكون حلقة توصل ما بين الحفار وما بين العمال الموجودين من بعده اللي راح نعرف شنو هما هسا بالسلايد الجاي الفلورمان أو الروستابات الروستابات هو أو الفلورمان هما الناس اللي يشتغلون على سطح البرج اللي هما يكونوا معرضين لكل الظروف الجوية وكل الأعمال وكل التفاصيل هما يأخذون الأوامر غالبا يعني تقريبا من الدركمان والدركمان يأخذها من الحفار والحفار يأخذها من التوضبشر وهكذا هي سلسلة مرتبطة يعني خلنا نقول شي بشي فبالتالي راح يعرف شنو التفاصيل والأمور المعينة اللي لازم يقول لهم إياها وهما يقومون بربط الأنابيب تنظيف والهاوسكيبين يعني سموها الهاوسكيبين اللي هو الترتيب الترتيب الخاص بالفلور انه لازم المعدات مترحط عمام القاع شنو العمليات الخاصة بالسلام اللي لازم يسووها وهكذا عدنا أيضا من ضمن كادر البورج الكهربائي الموتورمان الشخص اللي مختص بال يعني الأمور اللي خلنا نقول الميكانيكية وهو الميكانيكال مرات يختصرون الموتورمان والميكانيكال يعني بشخص واحد حتى يقللون من التكلفة وإلى آخرين من هاي الأمور عدنا الماد انجينير والسامبل قتشر الماد انجينير هو الشخص اللي يكون مسؤول عن عمليات طين وحساب الكثافات وتحضير الطين والتفاصيل كلها الخاصة بالطين هو تكون بعاتق الماد انجينير الماد انجينير أيضا ياخذ التفاصيل الخاصة بالشغل المالته من الدرون انجينير وعدنا السامبل كتشر السامبل كتشر هو شخص يأخذ لنا عينات معينة من الطين الطالع ومن الكتنغز اللي طالعه فبالتالي يقدر يعرف شنو خصائص الطبقات اللي انحفرت هذا السامبل كتشر يجيب العينة يجيبها لأموال الماد انجينير أو يجيبها مرات للمدلوقر اللي هس هم راح نعرف شنه هو المدلوقر أو الجيولوجست هم شخصين يعملون على تحليل البيانات اللي طالع عليهم من أثناء الحفر مثلاً هاي طبعاً هاي الشاشة اللي يتعلمها يعني راح يصير عنده معلومات كلش كلش هواية عن شنه اللي جاي يصير الحفر العمق اللي هو الوزن اللي يشاي للبوريج الضغط المسلط يعني أثناء الحفر وهكذا هاي التفاصيل كلها يكون مسؤول عليها شخصاً هما المدلوقر وغالباً الجيولوجست أيضاً يكون معاون إليه بحيث يقدرون يعرفون تفاصيل الطبقات الصخرية اللي انحفرت وهم وين وصلوا يعني مثلاً أكو مرات إذا أريد النزل مثلاً في المعدات معينة فإحنا لازم نحفر يعني أعماق كلش قليل يعني مثلاً نتخيل لو إحنا عندنا طبقة مرات نحفرها لازم نحفر بها ثمانين سانتين فقط فإنت لازم تحفر وتتوقف وتنتظر العينة تجيك من داخل البير على عمق 3000 أو 4000 متر لحد ما تصل للسطح والشيكة هل أنت وصلت ثمانين سانتين لو لا بناء على نوع الطبقات فهذا شروع المدلوقر وغالباً جيولوجست يكون كلش دقيق وكلش مهم لأنه راح يمطيك يعني كلش هواء عن أنواع الطبقات الصخرية اللي جاية تحفرها والمشاكل المحتملة اللي ممكن يصير لك لأنه صارت عندك مشكلة وهي راح تاخذ من عندك وقت وبالصناعة النفطية أهم شي عندك الوقت لأن الفلوس أهم شي هي العصب الرئيسي والمحرك الرئيسي لكل الصناعة النفطية بعد عندنا أيضاً الأشخاص اللي يجون حتى يقومون بأعمال بسيطة ومحددة مثلاً اللاينر هانجر سبيشالست اللاينر هانجر هذا معدة نزلها ويا عمليات البطانة الشرح لها كل شي طول يعني معدة كل شي حلوة ونطيفة وفيها هواية تفاصيل فذل الأشخاص يجون لأوقات محددة يعني هو ما راح يجيب قبل بير طول ما راح يجيب قبل برج طول حياة البرج يعني مثلاً 3 شرعة و4 لا يجيب قبل أربعة خمسة يام ويروح الـ LWD والـ MWD engineers اللي هما الأشخاص اللي يشتغلون على موضوع العمليات القياس أثناء الحفر وغيرها الـ ESP اللي هو خاص بالمضاخات الغاطسة الـ Cold Tubing Supervisor للأشخاص الخاصين بالعمليات الأنابيب الملتفة اللي هي غالباً يعني يسوي بها عمليات وتحميض للآبار والـ Wireline أو Logging Supervisors اللي هما أيضاً يجون لأوقات قليلة ويرحون أنا أتمنى إذا يعني الشخص اللي يحب يعرف أي معلومات أيضاً على أي واحد من ذول يعني خلينيقول على أي تفصيلة أنا رح حاول أن شرككم الـ Presentation همينة حتى تقدرون شيء يكون أي معلومة خاصة بها إذا أي شغلة أنتم تحبون تعرفوها يعني مرحب بيكم بأي وقت تسئلون أيضاً عندنا لازم يكون أكو دكتور هو خاص بالعمليات الطبابة بالبرج ولازم عندنا الـ Campus اللي هو يكون مسؤول عن عملات الخدمات خلل نقول بالبرج يجيب لك الأكل مسؤول عن عمليات الأكل مسؤول عن العمال وغيرها الـ Kitchen Workers اللي هما الأشخاص الخاصين بالمطعم والـ Clean Boys طبعاً هما الموظفين تقريباً تقريباً هاي أغلب الأمور اللي كانت وأغلب العمال يعني عرفنا ما هي التفاصيل مع الشركات النفطية عرفنا ما هما النموعة العاملين اللي موجودين بالأبراج بقى الدقيقتين وأربعين ثانية إذا أي أحد يحب يسأل خلي نزل بالشات وآن إن شاء الله هسا راح أحاول شو ما أكثر أحمد تسمعني واضح صوتك حبيب الأسئلة تسجلتني لو تحب أحفظني يمي تذكرني إن أنت النتهم فصل يمي فراحة الشات السابقة يعني لا يوجد أي مشكلة هسا إن شاء الله راح وبنفس الوقت مواقع التواصل الاجتماعي موجودة يما كده يحبون يسكرنوهم يتواصلوني بشكل برايب أي وقت أي شخص يحب أي سؤال إن شاء الله يتدلل موعدنا إن شاء الله أسبوع الجاي نحاول يكون الوقت شوية أفضل من هذا حسب إختياركم أنتم شوف شو الوقت اللي تحبوه وأي سؤال مرحب بيكون بأي وقت إذا تحبوه نحكي عن مواضيع ثانية فإلكم كل حرية بالاختيار لكن أنا أشوف إن شاء الله إن شاء الله أسبوع الجاي راح يكون الموضوع أيضا مرتبط يعني بهذا الموضوع اللي حشينا يبيه اليوم نحاول نحكي شوية يعني على الأمور اللي خاصة بالحفر إنه شين هو وشين تفاصيله وإلى آخره راح نحاول نحكي عن بقية اختصاصات المكامل وغيرها وإذا أي واحد بيكم عد فكرة معينة يحب يطرحها يحب هو ينطي ويشارك أيضا جزء من فمرحب بي بأي وقت شكرا جزيلا لكم كلكم أتمنى تكون استفادية ويعني تعذروني عن أي تخصيل خاف يعني أنا صراحة إن شاء عاجبني أفتح الكاميرا أو شي بس بعد الكهرامات في عدي وما صارت الفرصة إن شاء الله على المحاضرة الجاي حتى نحاول يكون شوية أكفة تواصل أكثر بينناتنا وشكرا جزيلا لكم تحياتي شكرا جزيلا لكم